أقدم نادي بورلموث الإنجليزي على إقالة مدربه الإنجليزي سكوت باركر عقب الهزيم المدوية التي تعرض لها فريقه أمام ليفربول بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من البريمير ليك حيث يحتل بورلموث للمركز السابع عشر في جدول الترتيب بعد أربع مراحل من انطلاق الدوري وعبر ماكسيم الدمين مالك النادي في بيان له عن خالص تقديره للمدرب سكوت وفريقه على جهودهم في النادي مؤكدا أنه سيبدأ عملية البحث عن مدرب جديد بينما سيتولى غاري أونيل المسئولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت لقد تحدثت مع مسئولي النادي وأخبرتهم برأيه في الوقت الحالي أحاول أن أبدأ باللعبين القدامى لأنهم يمنحونني المزيد من الفعالية والواقعية في الأداء بدأنا العمل مع اللاعبين الجدد منذ شهر ونصف فقط في نهاية أعتقد أن اختياراتي كانت جيدة لأننا حققنا نتائج إيجابية في مبارياتنا الأربع الأولى في الدوري ترجمة نانسي قنقر